دي حكاية قبل مخرج من مباراة الزمالك والإسماعيلي عايزة أقول حاجة واحدة وسأخيرة مشهد الجمهوري النهاردة كان مشهد حلو من جمهور الإسماعيلي وجمهور الزمالك واستاد الإسماعيلي كمان عاش استاد مش كبير على مستوى المدرجات فحاس إن الاستاد مليان على الآخر والصورة في المدرجات كانت حلوة تمام؟ لو سمحتم خلونا ننبسط خلونا نفرح ونخلي المشهد الحلوة أحلى ونخلي المشهد طبيعي ومنطقي وعادي ونبقى فيه جمهور موجود في المدرجات لو سمحتم أنا بكلم جمهور الكورة لو سمحتم ليه نحن ليه نحن كلنا جمهور الكورة لمصلحات نحن يعني إنه الأمور تبقى هادية وكويسة وما فيهش مشاكل وما فيهش منوشات وما فيهش أعلام يعني خلونا ننبسط بيكم وتنبسطوا بينا ونبقى فرحانين كلنا إنه فيه جمهور ملي مدرجات ببساطة يعني المشهد كان حلو مبدئيا هاي حاجة حصلت بقى بعد المباراة الناس وهم خارجين وكل الحاجات دي بسيطة وخفيف عشان شفت ناس كانت بقى على السوشال ميديا كل الأقل خفيف هده بالحمد لله ما فيهش أزايا وفيهش مشاكل حصلت تبقى الأمور عدت بس خلونا هدين ومنشتقل بسلام ومنقش في سلام ونستمتع بالمباراة نروح للمدرجات وإحنا مبسطين نخرج منها وإحنا مبسطين نروحها وإحنا سلام وما فيهش مشاكل نخرج وإحنا سلام وما فيهش مشاكل ببساطة شديدة يعني ببساطة يعني مش هانا أنا يعني الحاجات اللي أنا بقولها دي هي المفوض تبقى مسلمات هنروح للإستاد عشان ننبسط مش مفوض نخرج من الإستاد زعلانين أه طبعا بتزعل أو تفرح بنتجة المبرأة بس عندي أقصد بها إنه إحنا رايحين كويسين ما نتلاقش متأزين إن شاء الله يعني